بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون كل واحد فينا ليه وقت هيقابل فيه ربنا ما فيش حد قاعد على الدنيا وكل اللي حوالي اللي عرفوا أن والدتي توفت في آخر يوم رمضان بيقولولي انتزع لنا ليه يعني ده هي توفت في يوم جميل ربنا يوعدنا الموتة بتاعة والدتك ربنا يوعدنا أننا نموت في رمضان ونموت في العشرة الأواخر وربنا يكتب لنا العدقة من النار وتكون الخاتمة بتاعتنا حلوة كده وطبعا أنا بشكر كل حد عزاني وكل حد كتب لي كلمة حلوة وكل حد صبرني وكل حد دعالي ودع لولدتي بكلمة حلوة وأنا حبيت أن أعمل الفيديو ده عشان أشاركه التجربة اللي حصلتلي يمكن تتعلموا حاجة منها أو يمكن أقدر أنصحكوا بيها نصيحة معرفتش أنصحها النفسي اللي حصل إن والدتي كلمتني أنا تعبانة قلت لها تب خليكي مكانك وأنا جايالك نزلت روحت لها أنا وجوزي خدتها وروحنا على مستشفى خاصة عملوا لها تحليل سكر تحليل ضغط ورسم قلب هي عندها سكر وعندها ضغط وعندها سبعين سنة فالدكتور شاف أن رسم القلب مش مظبوط وقال لازم تطلعوا دلوقتي على مستشفى خاصة فيها رعاية قلب أو على معهد القلب وطبعا بما أنتو كلكم عارفين أن الناس الكبار بيحبوا المستشفيات الحكومية فهي قالت ودوني على معهد القلب معهد القلب ده إحنا سكنين في 6 أكتوبر معهد القلب ده اللي هو في العجوزة فتوكلنا على الله وروحنا طبعا المفروض أن الحالة بيدخل معاها شخص واحد بس فزوجي هو اللي دخل مع والدتي وخلاص هي بقى دخلت معاه وأنا بقى خلاص ما شفتهاش تاني إلا ساعة الغزل طبعا بعد هي ما دخلت معاه يعني لو أقدر أقول لكم إزاي معهد القلب ده بيستقبل حالات يعني فعلا اللي يسمع غير اللي يشوف أنا استنيت بره قدام المعهد عايز أقول لكم فعلا كل خمس دقايق حد يدخل عربية خاصة تيجي يعني كمية الحالات والضغط على مركز معهد القلب ده يعني فعلا كتيرة جدا وجوزي بقى بيحكي لي هما طبعا إيه دخلوها وعملوا لها رسمة قلب تاني لأن الحالة بتتدهور زيادة بدأوا يدوها كده أدوية وحاجات لأن إيه تقريبا فيه بقى زبحة صدرية أو جلطة في القلب حاجة كده فهو خرج هو خرج طبعا فقال لي قالوا لي استنى بره قال لي الدكاترة بيحاول ينقذوا كل الناس اللي الضغط عليهم جوه يعني جامد جدا جدا كل الخدمات اللي بتتقدم جوه هي بتتقدم مجانا يعني هو عمل رسم القلب بخمسة جنيه إحنا لما عملنا رسم القلب في المستشفى الخاصة عملناه بمئتين وخمسين جنيه ففعلا كل الخدمات اللي بتتقدم جوه مجانا فهو فعلا مكان يستحق التبرع لأن فعلا الموضوع بتاع القلب ده طلع أنه هو بيفرق في ساعات يعني انت لو ملحقتيش الشخص اللي معاك بحاجة للسيولة حاجة تدخل سريع فعلا الموضوع بينتهي في خلال ساعات أسوأ حاجة جوه معهد القلب هي العمالة اللي شغالة دي يعني كلمة حق أتحسب عليها المكان الدكاترة يعني شغالين زي خليط النحل بيسعفوا الناس الخدمات جوه بتتقدم بالمجان لكن الحاجة السيئة العمالة اللي جوه تقول لهم صباح الخير بفلوس تقول لهم سلاموا عليكم بفلوس اللي مش عارفة يفتح لك الباب بعشرة جنيه يعني اللي نازل وكده منفض من غير فلوس مش عارفة هيعمل ايه فأسوأ حاجة جوه العمالة اللي هي مش مراعية الناس اللي جاية على على ملع وشها ومش معامل حسابها في حاجة انتي بأي حاجة بفلوس 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 طبعا اللي حصل ان هم حاولوا يسعفوا والدتي وحاول ان هم يعملوا لها ويلا هنعمل قسطرة بسرعة لكن يعني هم ملحقوش واللي حصل حصل طبعا انا جوايا بقى ايه مشاعر عارفين انتو اللي هو فرحانة بحسن الخاتمة بتاعها وحزينة ومستغربة ومصدومة ومتفاجأة يعني حاجات كده دخلة جوه بعضها انا يعني حتى انا معرفش بعمل الفيديو ده انا بعمل عشان عايزة اتكلم يعني انا بعمل الفيديو ده عشان عايزة اتكلم عايزة انصحكو باللي معرفتش انصح به نفسي انا ما كنتش عارف حاجة بقى عن الغسل ولا التكفين ولا اي حاجة فزي ما بنتعلم كل حاجة في حياتنا نتعلم كمان الموضوع ده يعني انا كنت وقفة مدهولة على عيني ولا عارفة بيعملوا ايه ووقفة كده وطبعا كل الاجراءات تمت في المستشفى واحنا انا واخواتي البنات احنا تلت اخوات بنات ومفيش حد كان معانا لان الناس كلها تفاجئت عبال ما بلغنا الناس فمفيش حد اصلا قدر يبقى معانا يعني احنا وجوازاتنا يعني احنا وجوازاتنا اللي معانا اللي راح عشان يدور على العربية واللي راح مش عارف عشان يعمل ايه يعني محتسين حوسة ومش عارفين اي حاجة يعني انا وقفة طالع علي عمال اقول لا اله الا الله لا حول ولا قواتها الا بالله ان الله وان اله يراجعون ويقولولي سنيدي كده عملي كده فما كانش عندي فكرة ففعلا اعرفوا اعرفوا وتعلموا كل حاجة يعني هيجيلها وقتها كل حاجة هيجيلها وقتها النصيحة التانية اللي بنصحكم بيها فعلا يا جماعة أفضل مكان نعمل فيه صدقات أو زكاء هي فعلا المستشفيات الحكومية يعني اللي أنا شفته في معهد القلب يخليني بإذن الله بإذن الله هعمل صدقة جارية لولدتي يعني قولا واحدا بإذن الله بإذن الله هعمل صدقة جارية لولدتي في معهد القلب لأن فعلا المستشفيات الحكومية بتنقذ الناس بتقدم خدمات للناس فعلا يعني الحاجة الثانية اللي عايز اقول لكم عليها اللي يتعب ما يتهونش اللي يتعب اللي يجي لواجع في صدره اللي يحس النفسه كده اللي يحس بواجع في صدره وفي كدفه روح على مستشفى اعمل رسم قلب رسم القلب ده يعني عايز اقول لكم بيبين فعلا زا كان فيه مشكلة في القلب فيه تدخل سريع حد يتدخله فيه دوة مثلا لان طلع موضوع الجلطات والزبحة الصدرية والحاجات دي النص ساعة بتفرق فيها الساعة بتفرق فيها فاللي يتعب يروح يعمل رسم قلبه ويتطمن على نفسه دي يعني اكتر ثلاث نصايح انصحكم بهم اعرفوا القواعد الغسل الكفن لما حد يموت له حد يعمل ايه الاجراءات اللي تتعامل ادعموا ادعموا كل المستشفيات الحكومية سواء معهد القلب معهد ناصر المستشفى سبعة خمسين خمسمية اللي عندنا القصر العيني القصر العيني اي مكان عام بتاع حكومة بينقذ الناس يستحق يستحق فعلا الدعم اللي يتعب يجري على المستشفى ما يتهونش فعلا لانها بتفرق اخر حاجة عايزة اقولها للناس انا كتبت على بوست على المنتدى ان انا والدتي توفت وناس كتير وشكرا وكلكم على راسي طبعا ان انتوا دعمتوني وقفتوا جنبي كده زي اللي اخوات ادعولي ان نقدر اكمل معاكم لان انا في حالة نفسية سيئة جدا لان فعلا ارتباطي بقى معاكم بقى مختلف يعني مش مجرد قناة بتقدم معلومات ويجي لها مشاهدات وحاجات كده اكيد يعني ايه في علاقة ما بيننا كويسة وانتوا اكيد حاسين بدا فالناس اللي اساءت الظن وقالتلي وانت تاني يوم نزلتي فيديوهات طبعا انا ما نزلتش فيديوهات ده اول فيديو اصوره من بعد اللي حصل وكل الفيديوهات اللي بتنزللكو في الفترة اللي فاتت دي كانت فيديوهات متصورة من شهرين وسبحان الله على غير العادة انا جيت في نص رمضان حملت على القناة بتاع عشر فيديوهات معرفش ليه يعني حاجة كده غريبة حملت عشر فيديوهات وجدولت ان هم ينزلوا فالفيديوهات طبعا دي قبل كده فارجو من الجميع حسن الظن واسألكم الدعاء ليه وشكرا ليكم